نروح أيضا لكرة الطائرة سيدات ونفس الكلام ونفس الحوار إن شاء الله هينطلق الدوري يوم 7 نوفمبر بعد الرجال بيومين الرجال خمسة والسيدات إن شاء الله يوم 7 كابت الحمد الصافي خلاص بدأ ينزل بالأحمال بدأ يستعد إن شاء الله خلاص نحن بيكلم فيه عشر تيام تقريبا وينطلق دوري السيدات مجموعتنا الزهور الزمالي كريوبلس 6 أكتوبر ودي دجلة الاتحاد السجندري وأيضا هيلعبوا من دورين وفرقتنا زي ما حضركم عارفين برضو ادعمت بمجموعة من اللعبات الجداد زي مريم ثروت علياء هاني والمحترفات من بورتريك وديانا رايس وكاريتا وكاسيو معنا كده يعني إن شاء الله محترفات من العيار التقيل يعني اللعيبة دي كانت بتلعب بطولة عالم في هولندا على ما أتذكر وحتى هم وقعوا للنادي الأهلي وهم في هولندا فإذا معنا لعيبة أو لعيبات تم استخدامهم بشكل جيد اللعبات الموجودين على قدر كبير جدا من الفنيات يبقى أيضا التوفيق إن شاء الله في ظل طبع المنافسة القوية اللي هتحصل السنة دي بزاة في الكرة الطيورة الرجال والسيدات كل الفرق قوت نفسها النهاردة بنتكلم في كرة اليد سيدات نفس الكلام الفرق التانية بتقو نفسها يعني يمكن صحه تنادي الأهلي واهتمامه بهذه الألعاب دفع كثير من الأندية الحقيقة إنها تهتم بهذه الألعاب طبعا فيه الألعاب فيه أندية مهتمة بيها يعني إذن التحادسكندري مثلا في كرة السلة لا طبعا بس التعاملات النهاردة التحادسكندري بيأسس فرقه في كرة السلة سيدات ودي حاجة أنا يعني مفتكرهاش وأنا بلعب الحقيقة إن كان فيه فريق سيدات اللي كرة أنا أسمع بس الحقيقة ما شفتوش بعناي ودلوقتي تسمعنا فإذن كل الأندية النهاردة عايزة تعمل فرق وتنافس وده حقهم المشروع وده في الآخر بيصب في منتخب أو في مصلحة منتخب مصر ترجمة نانسي قنقر